وجدنا ونحن في الدائرة يوم الأيام واحد وقف دق في الشارع وقف ونزل واخر شيء والناس فعلوا معه وجدنا سيارة طاحت وفيها معدات في الشارع وقفوا الناس هذه العطاعة طيب من هنا من اللي صاحب العطاء والفضل بعد الله سمحه تعالى منه اللي تجاوز الصوت ويقول لي واش دخلك واش لك علاقة وراءك مشوار لا بوقف وقف السيارة وتجد عند زوجتها مثلا معينة لها وقف ساعد وعيالك علمهم وقف ساعد واحد في بنشر ومن العطاءات الرائعة اللي صارت لي في الشارع مع شاب رائع جدا وافتخر فيه وإلى الآن نسميه المنقد بعد الله ورسله ولا يعرف اسمه كامل بس بينهم ورسالة معايدات كنت يوم الهام في طريقي وكانت برتبط السفر فجأة كبرت السيارة وقفت في طريق سريع جدا وخطر جدا فعلا ذيك اللحظة أدور يعني أفضل واحد فحينا انعكاسات انك قدم فسوف يقدم قدم فسوف يقدم من المسؤول الله سبحانه وتعالى متكفل بك صحيح إذن فجأة ولا واحد شاب كده سيارة صيرة هو خوياه رجع رياوس كده وقف عندي وحط واحد المثلث وبدأ وقال لو سمحت ورجع رجعت زوج كده أنهولي العملية في دقائق ماشاء الله قلت له بزاكر الله خير لو سمحت رقبك قال لي ما بيش يقلت لو سمحت رقبك أنت من الأشخاص اللي أفخر يجدون في قائمتي جدا ناس عجيبين ولد صغير عمر صغير وهذا الشي في شبابنا كثير ترى ولو المشاهدات في حياتكم أكيد كثير تلقات مغرس تلقات ذا وتجدهم أيضا دعني أزيد عليك معلومة أحيانا من العطاء أنك تلتزم بقوانين وأنظمة المرور أحيانا في بعض المخالفات تتسبب في مشاكل تتسبب في أن الناس تبتعد عن العطاء هذه في الشارع صحيح التزامك بالأنظمة هو عطاء متى تعرفون أنه عطاء لأسف بعد وقوع الكارث صح الحادث